خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو كرة السلة يمكن كرة السلة هنا في اسكندرية برج العرب بلعبوا تصفيات كأس العالم الحمد لله منتخبنا زي ما بيقولوا أخذ بطاره من السنغال مستطاعنا الفوز عليها بفرق سكور تاريخي حقيقة عمرنا ما فوزنا على السنغال بهذا السكور من الأيام اللي كنت بلعبه يمكن قبل ما أنا بلعب كمان ما تذكرش هذا السكور 76-43 فوق 30 نقطة على منتخب السنغال اللي بيضم لاعب في الـ NBA وتلات لعبين بالعب في الدول الأوروبي وهو الأقوى بعد الـ NBA فانحنا نعمل هذا الإنجاز الكبير ألف مليون مبروك وفوزنا النهاردة على كينيا مبارح نأسف على كينيا 72-39 تبقى لنا مباراة وحيدة مع الكنغم الديمقراطية بعد دقائق هتقام المباراة مهم جدا نكسب الكنغم عشان نتأهل إلى الدور اللي بعد كده كأول المجموعة ده طبعا مدربنا الكندي رويرانا الحقيقة اللي كان ليه بصمة كبيرة وخلينا أقول لكم بصميته كبيرة في الدفاع الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع وبأمانة خلينا أقول عشان نكون حقاني يعني رؤية فنية وجود عاصم مرعي الحقيقة وتقلق هب أمين فرق مع المنتخب بشكل بيه طبعا ده منتخب مصر ويمكن ده ديانج اللاعب الـ NBA في الصورة السابقة استطاعنا عاصم مرعي لعب المنتخب أنه هو يحصل منه على الأكبر عدد من الريباوند انتخب مصر بلعب بروح كبيرة رويرانا الحقيقة من المدربين الساب بصمة خاصة في الدفاع وكرة السلة هي لعبة الدفاع ألف مليون مبروك إن شاء الله نتمنى الفوز على الكنغ يمكن نكونه فاز على السنغال ما كنا نتمنى السنغال تكسب الكنغ عشان يبقى احنا فرقين بكتير عن الفرق اللي طالع معنا أو المتأهلة معنا احنا نروح بعد كده هللاعب جنوب السودان وتونس والكاميرون اللي جاي أصعب ولكن منتخب مصر يستطيع وحلمنا هو التأهل لكأس العالم عشرين تلاتة وعشرين بإذن الله